موسيقى ضمن مشاركة أكاديميين وباحثين عرب وقد المؤتمر العلمي السنوي الذي نظمته جمعية الجليل وذلك لتسليط الضوء على البحوث العلمية الجارية في معهد الأبحاث مؤتمرنا اليوم هو ميسته الأساسية أنه بيستعرض أخر الأبحاث نتائج أبحاثنا في مركز الأبحاث في جمعية الجليل اللي بنعمله هذا الاشي سنويا وجمهورنا الخاص اللي كتير من نحب أنه يشاركنا سنويا هو جمهور المعلمين والمعلمات بالتنويات حتى يمرؤوا الأبحاث تبعتنا بشكل مبسط لتلاميذهم اللي هني طلاب المستقبل لكن في ميزة أخرى لها هاي السنة في عنا في مؤتمرنا اللي هي التمثيل النسائي الموجود بجمعية الجليل وهو تمثيل قوي لأنه يعني اليوم رح يعرضوا في مؤتمرنا محاضرات رح يكونوا اللي من ألقاب متعددي وبينما عرضت الجمعية أبحاثها أكدت أيضا على أن النهج في عرض الأهمية العلمية للأبحاث بالتطرق لكيفية الاستفادة منها كنواة لأفكار ومشاريع بحثية يمكن للمعلم تطبيقها مع طلابه بالجلسة الأخيرة نستعرض المستجدات بعين الطالب وليس بعين الباحث بعين الطالب كيف يمكن أن تكون هذه المستجدات مادة تدريسية كيف يمكن أن تستغل في مختبر المدرسة كيف يمكن أن تكون نموذج للطالب بأن يتفوق من خلالها وليس فقط أن ننشر المقالات والمستجدات العلمية في العالم وبلغات أجنبية تقريب العلوم وطرق البحث العلمي للطلاب في المدارس وللمعلمين من خلال المؤتمرات والاستكمالات والفعاليات الكثيرة هو البرنامج الذي تعتمده جمعية الجليل لاستنهاد جيل جديد من الباحثين العرب اشتركوا في القناة